سريعا كده لنا وقفة مع ملف الكورونا محليا وعالميا ايه الجديد في هذا القطار؟ النهاردة عندنا اخبار كويسة جدا في هذا الملف على المستوى المحلي سواء بقى في خروج المتعافين سواء كمان في النسب الجديدة سواء في الاصابات او في حتى الوفاة النهاردة الحمد لله النسب قلت شايفين الكيرف بينزل وده مؤشر كويس جدا بالنسبة لنا زي ما رصدنا معاك والاسبوع اللي فات فيه يعني نسبة قلت بنص النسب عن الاسابيع اللي فاتت يعني اذا قارننا من الشهر اللي فات لهذا الشهر هنلاقي في اوروبا النسبة هبطت للنص تقريبا بالنسبة للاصابات وبالنسبة للوفيات محليا وزارة الصحة والسكان اعلنت عن خروج الف وتمانية متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات ده بعد ما طلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاقهم وكمان مبارح كان فيه اعلان واوضح دكتور حسام عبدالغفار متحدث رسمي باسم وزارة الصحة انه تم تسجيل 1261 حالة جديدة ثبتت جبية تحاليلها للفيروس ومتحوراته وده ده من اجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة اللي بتجريها الوزارة وقال انه كمان النسب اللي فيها اصابات الاشتباه للاصابات الكورونا نزلت بنسبة كبيرة جدا وصلت لها 40% وده مؤشر برضو بالنسبة لنا حتى في نسب الاشتباه بالفيروس وده طبعا يعني الناس اللي بيشتغلوا في المجال الطبي كانوا بيشوفوه كتير جدا الحالات الجديدة زي ما قولنا لحضراتكم 1261 حالة الوفيات الجديدة 17 حالة اقل من مبارح كانونا 22 حالة اقل من اليوم القبلة بنتكلم في تقريبا 32 أو 30 حالة ففكرة ان احنا يعني الكورو في النازل دي حاجة عظيمة جدا ويا ريت نقدر ان احنا نحافظ على هذا المستوى ان احنا نسطح الكورو بالنسبة لنا او نسطح المنحنة الوبائي لانه ده اولا واخيرا هو سلامة مجتمعنا وسلامة مجتمعنا يعني مسؤولية مجتمعية علينا يعني حضرتك لما بتلبس الكمامة مش فكرة بس ان انت بتحافظ على نفسك لا انت كمان بتحافظ على حبيبك اللي حواليك دائرتك القريبة والدائرة الاوسع اللي هي مجتمعك بشكل عام بنحافظ على كل المكتسبات لانه كل ما بيبقى فيه تردي في قطاع الصحة مش فقط قطاع الصحة اللي بيتضر لا ده قطاعات كتيرة جدا واحنا يعني باني ادمين حتى بنتضرر منها ففكرة المحافظة ده عشان سلامتنا وسلامت مجتمعنا اولا واخيرا ربنا يحفظنا جميعا ويرفع عننا الوباء ان شاء الله جميعا يعني على العالم كله باذن الله عن قريب فيه كتير في موضوع اللقاحات وفيه كتير في موضوع الادوية طبعا الموضوع الخاص بالاختبارات والتستس اللي بتتعمل على او التجارب السريرية بالاحرى اللي بتتعمل على اللقاحات الجديدة عشان تواكب المتحورات كتيرة جدا الكلام على البيئة او المتحور الاوميكرون وابن الاوميكرون ده كتير جدا في منه انذار مانه هو ممكن يكون مضر جدا في حالة ان الناس استهونت به دلوقتي بيعمله وكانت دي تجربة صينية اختبار صيني دلوقتي على كوكتيل من الاجسام المضادة هيقدر يتعامل مع المتحورات الجديدة بما فيهم الاوميكرون وبما فيهم اللي كان اكثر شرصة هو كان دلتا في حينه لما ظهر وبعد كده الاوميكرون اللي هو اكثر انتشارا فهنا فكرة انه يتعامل مع الاكثر شرصة والاكثر انتشارا هم بيشتغل دلوقتي على انتاج اجسام مضادة منوعة تكون يعني تتعمل كلها كده في لقاح واحد وفي كابسولة واحدة تقدر ان هي تديلك فيه النهاية وقاية وتقدر كمان ان هي تؤدي الى الشفاء فاللي هو حاجة اللي هي دابل وابن يعني متعددة المنافع فهما بيشتغلوا دلوقتي العلماء الصينيين في هذا الاطار على الموضوع ده بشكل كبير قوي ويمكن انا مبرح اشرتلكم كده لجزئية هما بيحاولوا دلوقتي والابحاث وجدت ان هما وجدوا في اللبن المادة دي بتقي من الكورونا زي ما كنا تكلمنا على حاجات تانية كتير لما قاعدوا فترة يتكلموا على يعني نوع معين من معجون الاسنان ان هو ممكن برضو يكون بيقى من الكورونا في درجة من الدرجات ان هو لسه ما وصلش الى درجة معينة فقالوا انه برضو ما كانوش هيقولوا وقتها على ايه نوع المعجون الاسنان ده عشان الناس برضو ما تقبلش عليه باعتبار ان هو ممكن يكون معالج يعني عارفين الحاجات كلها تحت اجراءات الاختبارات فهم طبعا بيقولوا الجديد اول بول في هذه الاختبارات فكرة اللي بتعمل دلوقتي وان هما ياخدوا وقدروا ان هما يستفيدوا بهذه المادة الموجودة في لبن الابقار هيبقى فيها حسب الاخبار بتقول انه ده هيمثل طفرة في عالم اللقاحات فاحنا بقى منتظرين ايه اللي ممكن يضيفه هذا الامر والتطورات الجديدة ويمكن اللي ظهرت على الخريطة في موضوع نشوف معاكم الخريطة العالمية اللي ابتدى يظهر عندها بشكل كبير جدا هونغ كونغ وادى الى اغلاق نسب عالية كتيرة جدا وصلت الاصابات اليومية عندها خمسين الف اصابة ودي طفرة بالنسبة لها وقفزة كبيرة جدا في الاصابات في حين انه احنا بنتكلم انه معظم الدول دلوقتي النسب عندها قلت للنص ففي طفرة في كوريا الجنوبية وقفزة في الاصابات ايضا هونغ كونغ عندها طفرة كبيرة جدا وادت الى اغلاق بشكل كبير قوي وده احنا بنتكلم عليه هو عالم الكورونا وعالم يعني الاصابات الجديدة وما له علاقة بقى بالدراسات ربعمية واحد واربعين مليون وتمنمية خمسة وخمسين وتسعمية اتنين واربعين في متين تسعة وعشرين دولة خلوا بالكوا كمان نسبة الوفيات فيها قفزة احنا هاردة بنتكلم على ستة مليون وقسور فاحنا مبارك كنا بنتكلم خمسة مليون وقسور فده معناه برضو انه يعني لأ هو الاميكرون سريع الانتشار بس برضو بيحمل شراسة بعض الشيء فهنا برضو ان احنا ما يبقاش عندنا يعني زي ما احنا بنقول كده اطمئنان زائف الهند الهند ابتدت ان هي تخفف القيود اللي عندها لانه النسب فاكرين كان عندها نسب خرافية النسب قالت دة ليه الهند طعامت حوالي سبعمية خمسة وستين مليون من اصل تسعمية واربعين مليون نسمة 765 مليون من 940 مليون نسم عندها ومن ضمن العمر اللي هو ما بين 15 ل 18 طعامه 28 مليون فبقى النهاردة عندهم النسب أريح بكتير ابتدوا بقى يتكلموا تاني بقى انهم ها يستقبلوا الاعياد والمناسبات الدينية هيفتحوا بقى اللي كانوا يعني فيه فترة كده كانوا أغلقوا لكن طبعا هم ما أغلقوش بنسبة كبيرة جدا لكن فكرة التطعيم وفرت عليهم كتير جدا فيه دراسة أيضا أخيرة بتتكلم أنه الأوميكرون هذا المتحور الأخير هو أكثر شراسة من الإنفلوانزا الموسمية وده طبعا باحتساب النسب الخاصة باقى الإصابات والوفايا